حالة حب كمان موجودة بين اللعيبة يعني ده كل ما لعيب بتلاقي بيش تشجيعه ورجع برضو لكابتن حسان حسن في مشهد هو كان مهم جداً مبارح ومصطفى محمد نازل والتشيرت بتاعه كان متطبق لقينا كابتن حسان حسن هو اللي بيفرده له عشان ينزله فأنا هي دي الروح اللي أنا بتتكلم عليها طبعاً احنا بتتكلم في اسم كبير أول كابتن حسان حسن بالنسبة لي يعني نقطة ضعفة احنا متربيين كلنا على كابتن حسان حسن كلاعب وروحه الحماسية بالزبط فكمان علاقة الحب اللي بينك بين اللعيبة كلها هي جاية من عند كابتن حسان حسن بنفسه طيب خانيني بنا سألك بما انك كان يتكلمت على كابتن حسان حسن وفقاً احنا شايفين روح مختلفة بالفريق حتى التاكتكس نفسها والتناغم بين اللعيبة مختلف شايفين أداء كويس قوي زي ما انتك بتتكلم من 2001 مشوفناش ومكسبناش تلات مباريات متتالية فهل انت شايف انه احنا كمنتخب مصر بيفرق معنا فكرة تجربة المدير الفني الوطني يعني انا شايف في مصر الوحيد اللي ينفع يبقى مدير الفني منتخب مصر وكابتن حسن حسن بدون نقاش وجدال يكفي لتاريخ هو اسمه الكبير وجوده في الملعب مع كل النجوم دي وحنا برضو زمان غير دلوقتي زمان اللعيبة برضو كانت كلها معظمها في مصر لعيبة محلية لكن دلوقتي احنا بنتكلم على قاعدة كبيرة جدا من المحترفين وعندي محمد صلاح باسمه كبير نجم صاعد زي مرموش وجود كابتن حسن حسن في الملعب لا انا تاريخ انا من اهم مهاجمين القر قبل ما بقى المدير الفني فكده كده ليه احترامه قبل اي حاجة من اي لعب يعني انباريح ممكن في تصرحاته انا شاف هي مش موفقة شوية بس هو رد على وتكلم على الناس اللي بتقارن بينه وبين صلاح كابتن حسن حسن قيمة كبيرة جدا في تاريخ افراقيا كلها مش في نص وطبعا نفس الكلام محمد صلاح في العالم كله هو قيمة كبيرة هي لا ماينفعش بقى في مقارنة يعني انا بقول ان هي تصرحات غير موفقة ليه انت ما تتطركش